انا شايف مكاسب الاهلي النهاردة كانت عديدة بجانب الفوز هو طبعا بيتقدم للصدارة بيقترب من الوصول لقمة الدورة بعد الانتهاء من مؤجلاته يعني هو بيخلص مؤجلاته بس النهاردة في وسط المباراة ريح بعض اللاعبين ريح وسام ريح محمد عبد المنعم قبلها كان مريح طبعا بر القايمة خالص برستاو وعلي معلول النهاردة شفنا كريستو بعد غياب طويل جدا شفنا كريم في قد مرة اخرى كل ده حاجة عظيمة وجيدة ورائعة للنادي الاهلي اتصور مباراة بلدات المحلة ممكن نشوف ياسر ابراهيم بيخش لتجهيزه للفاينال ممكن نشوف محمد الشناوي بغض النظر هو اللي علعب في الفاينال افريقيا ولا بس حالو ان محمد الشناوي ياخد ده امان لحراسة مرمى النادي الاهلي سواء الشناوي لعب او مصطفى الشوبيد لعب خلاص حراسة المرمى في النادي الاهلي امان بس الاتنين يبقوا موجودين الاتنين يسندوا بعض واحد اساسي واحد عددك امان مش بحيب انا خش الجدال والخلاف والمناقشات حول مين اللي يلعب اساسي الشناوي يبقى هو الحارس الاول في مصر مصطفى شوبيد ملى فراغ الشناوي بتأدير ممتاز مش جايد جدا بتأدير ممتاز فدي حاجة يفرح بيها المدرب بس حلو ان يبقى الاتنين جاهزين حلو جدا يبقى الاتنين جاهزين وارد جدا تشوف ده وارد جدا تشوف راح اللاعبين اخرين في برادات بلدية المحلة عشان بعدها باسبوع برادات بلدية المحلة السبت بعدها باسبوع بالزبط هيبقى فيه نهاي دوري الابطال مارس الكولر الان يملك كل ادواته تقريبا يعني كل اللاعبين الى حد كبير في ايديه مركز الجناح في وفرة مركز الوسط المعظم جاهز باستثناء الو جانج حتى عزي اللحظة وان كان الو جانج وارد جدا يخش مبارات البلدية برضو مركز الجناحات والهجوم التلاتة موجودين بتوع الهجوم وان كان وسام فارق عن الاثنين التانيين سواء كهرباء او مودست طبعا مع كامل الاحترام تحديدا لكهرباء يعني اللي بيتعب وبيكتعد وبيحاول مودست خلاص احنا حطينا حكايته على جنب مركز الدفاع مع عودة ياسر ابراهيم بيتقال تاني مركز سنتر باك الباكرايت مهاني شايل والباكليفت علي معلول شايل فان شاء الله بإذن الله ربنا يكرم الاهلي في نهاية دورة أبطال أفريقيا زي ما بنتمنى طبعا ربنا يكرم الزمالك في نهاية الكونفدرالية أمام نهضة بركان